ومزلنا في لبنان حيث قال مسؤولون اللبنانيون إن جماعة حزب الله رفضت أفكار أولية من واشنطن لتهدئة الاشتباكات الدائرة مع إسرائيل عبر الحدود تضمنت سحب مقاتليها بعيدا عن تلك الحدود ونوه المسؤولون اللبنانيون إلى أن حزب الله لا يزال منفتحا على الدبلوماسية الأمريكية لتجنب خوض حرب شاملة وأوضحت ثلاثة مصادر لبنانية ومسؤولون أمريكي أن أحد الاقتراحات التي طرحت الأسبوع الماضي هو تقليص الأعمال القتالية عبر الحدود بتزامن مع تحرك إسرائيل صوب تنفيذ عمليات أقل كثافة في قطاع غزة وأكدت المصادر اللبنانية إلى أن حزب الله ألمح إلى انفتاحه على تفاوض على اتفاق عبر وسائط بشأن المناطق الحدودية محل النزاح حال انتهاء العدوان على قطاع غزة